ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والتي استمرت على مدى أربعة أيام بمشاركة كبيرة من المجالس التشريعية والبرلمانية من مختلف دول العالم صلتت الضو على جملة من المواضيع والتي من أبرزها المكانة التي وصلت إليها المملكة في العمل البرلماني ومدى إسهام البناء التشريعي الفاعل في مسيرة التقدم التنموي الشامل للمملكة في ظل قيادة جلالة الملك المعطم هذا المحفل البرلماني الهام جدد التأكيد على قدرة المملكة في الإعداد والاستضافة للاجتماعات الدولية بكل كفاءة وتميز وتوفير كافة الظروف الكفيلة بنجاحها انطلاقا من الرقبة الصادقة في تعزيز العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات وتحقيق الغايات كما أكد حرص البحرين على تقديم الدعم لتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب من أجل الرخاء والاستقرار الإنساني ودعم القيم الإنسانية المرتبطة بتعزيز التعايش السلمي وتنمية المجتمعات الشاملة الحاضنة لقيم الحرية المنضبطة والعدالة والاعتراف بحقوق الجميع دون تمييز احتضان مملكة البحرين لأكبر تجمع برلماني جاء إيمانا منها بأهمية مشاطرة المجتمع الدولي لتطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للشعوب عبر توظيف قيم العدالة والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان